تعرض الاقتصاد الأردني كغيره من الاقتصادات العالمية لضرب موجع نتيجة تداعيات الأزمات المتتالية وشهدات العديد من القطاعات الحيوية تراجعاً ملحوظاً في نشاط مما أثر سلباً على النمو الاقتصادي وخلف تحديات كبيرة أمام صناع القرى ومن أكثر القطاعات تضرراً هو قطاع السياحة الأردني أشار وزير السياحة الأردني مكرم القيسي لأنه 57 ألف أردني بيعملوا في القطاع تأثرت أعمالهم بشكل كلي أو جزئي مما نعكس على حجوزات الفنادق ومكاتب السياحة والسفر حيث تم إلغاء حجوزات سياحية بنسبة 50% وفقاً لجمعية الفنادق الأردنية كما تراجعت مبيعات العقارات في البلاد بنسبة 20% بسبب حالة عدم اليقين التي تمر بها المنطقة فضلاً عن أن الطلب على المواقع السياحية تراجع بنسبة 40% وتراجعت كمان الحجوزات على المطاعم السياحية ما بين 60% إلى 70% منذ بدء الحرب على قطاع غزة هذا حديث وتصريحات وزير السياحة السابق السيد مكرم القيسي ولكن للحديث أكثر عن مدى تأثر الأردن اقتصادياً جراء الحرب على غزة بنرحب بالخبيرة الاقتصادي حسام عايش أهلاً وسهلاً فيك سيد حسام وصواح الخير صباح النور أهلاً وسهلاً فيك يعني بداية نحن نحكي المنطقة دائماً مليئة بالأزمات والتحديات لكن من حرب غزة نحن نحكي من سنة كيف تأثرت القطاعات الاقتصادية الرئيسية في الأردن مثل السياحة والتجارة جراء الحرب على غزة لا شك أنه دائماً الحروب والاضطرابات المختلفة الجوائح كلها تؤثر على الاقتصاديات بحسب طبيعة ونوع كل اقتصاد يعني أول من يتأثر بالحروب والجوائح والاضطرابات هو القطاعات الخدمية وعلى رأسها قطاع السياحة ثم قطاع التجارة ثم القطاعات الأخرى بالتسلسل القطاع العقاري إذا كنا نتحدث عن تجارة العقارات ثم قطاعات التجزئة بالمطاعم الفنادق قطاعات الترفيه والفندقة في الحرب على غزة الحقيقة أنه قبل بداية الحرب كان النمو الربع الثالث في الاقتصاد الأردن 2.7% للعام 23 انخفض مباشرة للربع الرابع إلى 2.3% انخفض للربع الأول من العام الحالي إلى 2% وإن استعاد عافيته إلى 2.4% في الربع الثاني إذا نحن نلاحظ هذا التأثير على النمو الاقتصادي باعتباره معبر عن أداء القطاعات الاقتصادية القطاع السياحي كما تفضلتم كان من أكبر الذين عانوا من التراجع خصوصا وأنه الأكثر حساسية اتجاه الأحداث نحن نتحدث لأول ثمانية شهور من هذا العام ما زال القطاع يعاني هناك انخفاض في الإرادات لأول ثمانية شهور بحوالي 3.7% مقابل أول ثمانية شهور من العام الماضي وانخفاض في أعداد السياح بحوالي 6.9% لنفس الفترة من العام الماضي لكن مع ذلك مسيرة القطاع هي تحسنت بالنظر إلى وطيرة الأحداث التي أمكن كما يقول البنك الدولي للأردن أن يستوعب صدمة أحداث غزة لكن عدم اليقين الاقتصادي بنتيجة الأحداث في غزة وفي لبنان وفي المنطقة ربما ستفرض إيقاعها من جديد على القطاع السياحي أيضا عندما نتحدث عن حركة التباذل التجاري كنا نلاحظ في أرباع السنة الأولى أن هناك تراجعا في الصادرات وتراجعا في المستوردات لكن مع ذلك عندما نصل إلى أول ثمان شهور من هذا العام نرى أن التراجع في الصادرات الوطنية هو سبعة من عشرة في المائة وفي الصادرات الكلية حققت نمو بواحد سبعة من عشرة في المائة إذا طبعا الصادرات الكلية يضاف إليها صادرات عدد تصدير كما يقال يعني ضمنها والمستوردات ارتفعت بنسبة ثمانية من عشرة في المائة في جميع الأحوال يعني بشكل أو بآخر كأن الصادرات والواردات استقرت إلى حد المعقول متجاوزة يعني أحداث باب المندب أو على الأقل استوعبت تلك الأحداث طيب اليوم النشاط التجاري نحن كان في إلنا لقاء بداية فقرتنا مع الناس بالشارع مع التجار اليوم النشاط التجاري عم بتراجع ما في حركة بتلف بالأسواق مش هذاك النشاط اللي زي كل سنة بنشوفه صحية انعكاس الحرب انعكاس الأزمة ذهاب المنطقة إلى المجهول في ظل التوترات الكبيرة كديش بنعكس اليوم عن نشاطنا إحنا كمواطنين لا شك إنه مرة أخرى في هناك يعني صورة ذهنية للإضطرابات للمشكلات للأحداث غير المعروفة النتائج نعم تدفع الناس للتركيز على الاحتياجات الأساسية البنك الدولي يتحدث باستمرار كما صندوق النقد الدولي في كل تقارير عن هردن عن تغير سلوك المستهلكين وتأثيره على الأداء الاقتصادي الناس الآن توجهت إلى نوعين من الاستهلاك استهلاك المنتجات الوطنية وهذا ربما ساعد القطاع الصناعي على أن يستمر بوتيرته وربما أن يتجاوز الآثار المترتبة على حرب غزة أو حتى على تراجع الصادرات خلال فترات السنة وإن استعادت الأمور وطرتها والأمر الآخر له علاقة بأن الناس تركز على الاحتياجات الأساسية وتركز أيضا على السيولة لديها لأن كثيرين اختبروا في مناسبات سابقة إما مباشرة أو من الظروف التي أحاطت بحالات اضطراب أو جوائح أن السيولة يفترض أن تبقى متوفرة لذلك الناس يقتصدون بالإنفاق يركزون على قطاعات أساسية وبالتالي الأداء الاقتصادي العام يعطي تفسيرا لهذه النتيجة عندما نتحدث عن معدلات بطالي صحيح أنها تراجعت لكنها ثبتت عند 21.4% ونتحدث عن معدلات فقر ما زالت كما هي بل ربما زادت ونتحدث أيضا عن نمو اقتصادي ما زال أقل مما تحقق يعني عندما نتحدث عن نمو اقتصادي 2.7% و2.6% في سنوات 22 و23 بينما نتحدث عن 2.4% للـ 24 علما أن التوقعات كانت 3% ثم أن يعود البنك الدولي لأن يبشرنا بأن الأردن سيتعافى بالعامين 25 و26 عند نمو 62% هو ليس تعافي هي عودة لسنوات حققنا قبلها نموا أعلى تأثير الحرب على نسبة البطالة أو معدلات البطالة أو التشغيل في القطاعات الاقتصادية الأردنية يعني عندنا نحكي عن معدلات البطالة إذا أخذنا قبل بداية الحرب الإسرائيلية على غزة كان معدل بطالة 22.14% على ما أذكر انخفض في الربع الرابع إلى 21.14% واستمر بالانكفاض أو بالتبات عند هذا المستوى في الربع الأول وباعتقادي عند الربع الثاني وهذا يعني أن تحول الناس نحو المنتجات الوطنية لعب دورا في تخفيض معدلات البطالة لأن الاستثمارات المحلية زادت في المنتجات المحلية هذا جانب الجانب الآخر الإشكالية ليست في معدلات البطالة رامى أنها إذا قرنناها بدول إفريقية فيها حروب معدل بطالة في الأردن أعلى يعني إحنا معدل بطالة في الأردن أعلى من السودان نعم ومع ذلك المشكلة في هيكل البطالة أين يضرب أين تضرب البطالة تضرب خرجي الجامعات تضرب الإناث 80% من البطالة لدى الإناث تقريبا هي من حملة البكالوريوس فأعلى نعم إذن بنوعية سوق العمل بتحيي سوق العمل بطبيعة سوق العمل إضافي إلى أن هناك يعني إشكالية أن هذا سوق ما زال ينتج وظائف تصلح لمنهم ثانوية عامة وأقل وبالتالي فهو لم يتطور سواء على مستوى القطاعات أو على مستوى الوظائف إلى المستويات الأعلى التي تسمح بتوظيف أصحاب المهارات والخبرات بما يسمح برفع مستوى الانتاجي وزيادة الكفاءة وبالتالي زيادة التصدير وحتى تقليل المستوردات إذا ما أحلنا منتجات محلية كمان قبل الفاصل كنت تتحدث أستاذ حسام عن تأثير التوترات في المنطقة على البيئة الاستثمارية في أردن نعم نحن في المعطيات الفنية للاستثمار في الأردن الحقيقة أنها إيجابية وأنا هنا أتحدث عن رفع التصنيف الاعتمال للأردن مرتين لهذا العام من أهم الوكالات لتصنيف الاعتمال العالمية وهذا أمر في غاية الأهمية استثماريا الأمر الثاني عودة أو بدء مرحلة تخفيض أسعار الفوائد وهذا قوة دافعة للاستثمار ولكن يبدو أن التوقيت غير مناسب لأن المستثمرين أيضا يراجعون المنطقة بشكل عام وعلى وقع الأداء العسكري التوترات لحقيقة تنخفض الاستثمارات حتى المحلية حتى المشاريع المتفق عليها ربما تتأجل أو تتباطأ أو حتى فيه إذا ما تغيرت المعطيات الإقليمية ربما تتوقف إذا أخذنا الربع الأول من هذا العام حجم الاستثمار الأجنب المباشر الواصل للأردن 95.5 مليون دينار وهو أقل حجم من الاستثمار الأجنب المباشر منذ الربع الأول من العام 2021 هذا يعني أن الأحداث في المنطقة فرضت إيقاحها على استقطاب الاستثمارات وبرم أن هناك ترويجا للفرص الاستثمارية فإن المستثمر ما زال يشعر بأن العائد والمخاطرة مرتفعة والعائد ربما لا يتوفر كما يريد إضافة لإشكالية أخرى أن المنافسين في المنطقة وبالذات عندما نتحدث عن السعودية الإمارات إلى آخره يستأثرون الآن بالنصيب الأكبر من الاستثمار الأجنبي العالمي لهذه المنطقة وربما تكون حصتهم تتجاوز 50 إلى 60 إلى 70% إلى 80% من إجمال الاستثمارات الواردة للمنطقة خمس دول عربية تستأثر ب95% تقريبا من إجمال الاستثمارات العالمية السنوية المباشرة التي ترد إلى هذه المنطقة فيما طموة الدولة تستأثر بالخمسة في المئة ومنها الأردن هذا يعني أنه صحيح أننا عدنا في القانون وبالعكس أوجدنا قانونا جديدا إذن يجب أن نطور في نوعية المشاريع بطريقة عرض المشاريع بقيمة مضافة مختلفة للمشاريع الاستثمارية في الأردن لكي تبقى منافسة وقادرين على استقطاب المستثمرين اليوم إذا ما استمرت هذه الحرب وذهبت المنطقة للمجهول كيف يمكن للحكومة والقطاع الخاص تكيف مع هذه التغيرات؟ هو في أحيانا نوعية من التكيف هو تكيف سلبي بمعنى أن الأداء يتراجع وبالنتيجة يصبح هناك نوع من الركود ولكن مع ذلك هذا ليس قدرا يعني الحكومة يفترض أن لديها خطة تحفيزية وخطة طوارئ للتحفيز الاقتصادي كما يحدث في كل الدول ولديها سيناريوهات للتعامل مع الحالة الأسوأ والبنك الدولي يتحدث أن الإشكالية الكبيرة القادمة في تقريب جديد له أنا أستخدم البنك الدولي باعتباره مرجعي الكل يستمع إليها يتحدث أن الأردن استطاع الاقتصاد الأردني أن يتكيف مع تداعيات الحرب على غزة وبالمناسبة الأردن واجهة أكثر من معضلات اتصادية لأسباب سياسية أو لحروب نحن في 2003 بعد غزو العراق واجهنا مشكلة وتجاوزناها بل بالعكس حققنا إنجازات في السنوات 2004 إلى 2009 بمعدن نمو 6% واجهنا نتائج ما سمي بالربيع العربي على الاقتصاديات ثم عودنا النمو بشكل جيد واجهنا نتائج الإرهاب في المنطقة مع كل أضراره على الأداء الاقتصادي ثم عودنا النمو بعد أن تم تجاوز الحالة الإرهابية واجهنا كورونا مع انكماش في الاقتصاد ثم عودنا النمو وهذا أمر في غاية الأهمية واجهنا تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا مرتفع الأسعار والتضخم ومع ذلك لم يمنع ذلك من العودة للنمو وواجهنا ونواجه الحرب على غزة الإشكالية كما يقول البنك الدولي بعدم اليقين في المدى المتوسط من تداعيات هذه الحرب وامتداداتها الإقليمية سواء تعلقت ذلك بالقطاع الطاقة وارتفاع الأسعار أو بقطاع التجارة أو بالقطاعات الأخرى المرافقة بما في ذلك سلاسل الإمداد وعودة التضخم إذا ما توسعت الأمور إلى حرب إقليمية تضرب سلاسل الإمداد وقطاع الطاقة وترفع الأسعار مرة أخرى يعني إن شاء الله ما نصل إلى تلك المراحل بدأ أشكرك كل الشكر الأستاذ حسام عيشة الخبير الاقتصادي وأنت دائما تقرأ المشهد الاقتصادي بكل وضوح وبكل أسس علمي كل الشكر لك على وجود أكثر من برنامج بصراحة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر